ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى موجز لاهم الاخبار التي تأتيكم عبر الاقمار الصناعية من لنفال تلفزيون في العاصمة السنغالية دكار العناوين اتفاق على عقد لجنة الدستورية السورية واشنطن تعلن بدء سهب قواتها من سوريا تفاصيلها لاحقا بعد فاصل قصير اتفاق بين الدول الضامنة لسوريا على صيغة نهائية للجنة الدستورية السورية اعلن عنه بيان ختم اجتماعات جناف بين وزراء خارجية روسيا وايران وتركيا مع المبعوث الاممي لسوريا ستفن ديمستورا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي بدى على تفاهم تام مع نظريه التركي والايراني قال في بيان مشترك ان مجموعة الدول الثلاث اتفقت على عقد اولى اجتماعات اللجنة مطلع العام المقبل لقد وافق وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية استنا على بذل الجهود لعقد اللجنة الدستورية في جينيف بداية العام القادم وعبرنا على اقتناعنا بان هذه الخطوات ستقود لاطلاق عملية سياسية قابلة للحياة يقودها السوريون وتسحيلها الامم المتحدة ومتفقة مع قرارات المؤتمر الحوار السوري في سوتي وقرار المجلس الامن 2254 لكن استفن ديمستورا لم يبدو راضيا ورأى ان جهدا اضافيا يجب ان يبذل قبل الاعلان عن تشكيلة اللجنة النهائية اعتقد ان هناك حاجة لخطوات اضافية في هذا الجهد الماراثوني للتأكد من تشكيل اللجنة الدستورية السورية تحت رعاية الامم المتحدة في جينيف ويجب ان تكون هذه اللجنة ذات مصداقية ومتوازنة وتضم كافة الاطياف مصادر في جينيف قالت لارتي ان ضغوطا امريكية عرقلت الاعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية تمثلت بالضغط على ديمستورا لرفض القائمة المقدمة من الدول الثلاثة ومحاولة ادراج اسماء جديدة ضمنها لم تكن مطروحة مسبقا رار سحب القوات الامريكية من سوريا يساعد على التوصل الى تسوية سياسية للازمة هناك حسب ما نقلت وكالة تاس للانباء عن وزارة الخارجية الروسية ونسبت الوكالة ايضا الى الوزارة قولها ان مبادرة لتشكيل لجنة دستورية سوريا ستكلل بالنجاح مع انسحاب القوات الامريكية رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو قال في بيان اصدره مكتبه انه تحدث خلال اليومين الماضيين مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بشأن عزم الولايات المتحدة سحب القوات من سوريا سنقوم بدراسة برنامجهم الزمني وكيفية تنفيذه وتداعيات ذلك بالنسبة الينا ولكن في اي حال سنكون قادرين على حماية امن اسرائيل والدفاع عن انفسنا مسؤولون امريكيون قالوا ان واشنطن تدرس سحب جميع قواتها مع اكتمال حملتها لاستعادة اراضي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في حين اعلنت وزارة الدفاع الامريكية انها بدأت عملية سحب القوات الامريكية من سوريا وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاجون في بيان التحالف حرر الاراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية لكن الحملة ضده لم تنتهي بدأنا عملية اعادة القوات الامريكية الى الوطن من سوريا مع انتقالنا الى المرحلة التالية من الحملة ينتشر نحو الفي جندي امريكي حاليا في شمال سوريا معظمهم من القوات الخاصة بهدف محاربة تنظيم الدولة الاسلامية وتدريب قوات محلية في المناطق التي تمت استعادتها من المتشددين الاسلاميين وتعمل ايضا عن كثب مع قوات سوريا الديمقراطية نهاية الموجز شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والانسط والى اللقاء بحول الله تعالى